وسط تصعيد عسكري تقوده ميليشيا الحوثي وصالح يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن إنقاذ جهود مساعي السلام التي يقودها بعد ثلاثة أشهر تقدم ولد الشيخ بمشروع اتفاق أشبه بطوق نجاة أخير يلقي به المجتمع الدولي ومن خلاله يطمح إلى نزع فتل الحرب في اليمن والذي رافقتها حالة التفاؤل لكنها لم تدم طويلا إذ بغتتها الجماعة الإنقلابية بالرفض قائلة إنها ستتعامل بإيجابية بحسب رئيس الوفد المفاوض لها لكن مصطلح الإيجابية هنا ليس سوى الهروب إلى الأمام ووضع العراقيل في طريق أي مشروع من شأنه أن يفضي إلى إيقاف الاقتتال بينما يتمسك وفد الميليشيا بعدم تأجيل أي محور ويطالب بالاتفاق حولها كاملة بطريقة أو بأخرى يؤكد وضع العراقيل أمام أي بوادر للخروج من دائرة العنف التي تسببت بها جماعة الحوثي وصالح الإنسحاب من صنعى وتعز والحديدة وتسليم الأسلحة كمرحلة أولى هي أبرز ما يحمله مشروع المبعوث الأممي بالإضافة إلى تشكيل لجنة عسكرية مهمتها الإشراف على تسليم الأسلحة والإنسحاب خلال 45 يوما من تأريخ الاتفاق مجلس صالح والحوث السياسي المعلن عنه أخيرا في صنعى كان حاضرا في تصور إسماعيل ولد الشيخ فقد اعتبره مناقضا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتبرة وأكد التصور أن شأنه شأن كل اللجان الشعبية والثورية المنحلة بالإضافة إلى إزالة كل العراقيل من مؤسسات الدولة وأودتها لتقديم الخدمات يطالب تصور المبعوث الأممي أيضا الالتزام بالمرجعيات الثلاثة كما أنها الحاكمة لهذا الاتفاق الذي لن يجري البت فيه إلا بعد تنفيذ الانسحابات وتسليم السلاح فلا حديث عن حكومة أو أي تفاصيل أخرى قبله كما يجري تمديد المشاورات لمدة أسبوع كفرصة أخيرة للوصول إلى هذا الاتفاق وهو ما رحب به وفد الحكومة بعد أن كان يعتزم مغادرة الكويت ترجمة نانسي قنقر